موسيقى أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة قديمة جديدة من ساعة التربية أتمنى مع المصادفاتها مع ليلة ودرية أن ربنا يتقبل منا شوية المعلومات اللي ممكن نديها لكم أو نتبادلها مع بعض أو أن احنا نحاول نطور أو نضرب أو نغير الأساليب لأن كلها تربية شهر الصوم الليالي الوترية والتهجد فيها كلها تربية أن احنا نعمل عمل من أعمال الخير بتربي نفسك على الأداء ده يعني عاوز أقول أن التربية ما هي إلا مجموعة من الأخلاقيات والسمات اللي بتتزرع في الأولاد الصغيرين بتتزرع إزاي؟ بتتزرع بطريقتنا إحنا بقى يعني إيه طريقتنا؟ كأباء وأمهات في كتير من الأحيان بنبقى عفويين كأباء وأمهات عفويات ده جي وقع البتاع سطعي لي جازقها جريت عملت بتاع سوت مقال ضم داخل مقال ضم ممكن أشوت في اللي قدامي أعمل في قدر من التلقائية في السلوك قد يؤذي التركيب البشرية بتاعة الأولاد وإحنا عاوزين أولادنا يتولدوا أحرار يعني إيه أحرار؟ حقول لكم أخلاق الأحرار مش بيبقوا عندهم أخلاق العبيد المستعبدين يعني وده موضوع مكالك على كده مش هتطرق له غير حاجة على بسيطة شوية عامة عامة الأماني الصوت مش واصل عادة فيه فيه ناس بتربي أولادها على أخلاق العبيد وفيه ناس بتربي أولادها على أخلاق الأحرار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلينا منبقاش يعني المحرك الأساسي بتاعنا في رمضان مثلا الأكل والشرب والجلوكوس خلى المحرك الأساسي بتاعنا الارتقاء وعادة من بتصوم التلاتين يوم بيحصل لك بعض التعييرات والمفروض الأخلاق تبتدي تهدأ ويبتدي النعرة كذابة تقل شويتين ويبتدي استخدام المجانس والعضلات في التعامل تقل ويبتدي البني آدم يبقى تقول تفرطي كده حاجة جميلة كده في تعاملاته هين لين في صوته قليل المشاكل يبتدي الواحد يبتدي يتقبل بعض الأخطاء بصدر رحب عشان يقدر يصلحها ليه؟ لإحساسه بالضعف لإحساسه بأنه هو قوته قوته الحقيقية في سلوكه قوة الإنسان دائما في سلوكه قوة البني آدم في الكلمة المعتبرة اللي بتخرج منه مع سلوكه عشان كده أما بنتكلم في رمضان عادة بنروح لإيه؟ وقت الفطر إيه؟ بقى وقت الصحور إيه؟ طب إيه اللي يفطر؟ طب إيه اللي يفطر؟ طب إيه اللي ممكن نعمله لو الواحد في بقه يعني بقه مية والأزان قدن؟ إيه اللي بيحرم في الصيام؟ إيه اللي بيمنع في الصيام؟ إيه اللي كذا؟ وتبتدي الأسئلة كلها تتجه هذا الاتجاه الصيام دي حاجة بينك وبالربنا مناش دعوة بيه كل بني آدم فينا أما بيصوم هو المفروض إنه هو بيتعامل مع الجوع والعطش والتعب والزهط والحرارة خلاص؟ عشان عشان أمر من ربنا للصيام لكن ربنا عاوز إيه؟ نستفيده من الجوع والعطش لو ما فيش فايدة غير إنه أجوع وعطش إحنا مش بهايد يعني أنا آسف جداً نحن لسنا كالحيوانات هتحطرنا المية في ساعة والأكل في ساعة لا 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 مضمون أخلاقي يعني إيه مضمون أخلاقي الصيام يعني مشايخنا بيقولوا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ده مش جرس دين ده توجيه إن الهدف الرئيس بتاع هؤلاء البشر الهدف الرئيس بتاع هؤلاء البشر من الصيام إنهم يحسنوا أخلاقهم اللي بيطلع من لسانهم يبقى محترم اللي يبص بعنيه لحاجة أساسية يتفاعل مع مشكلة من المشاكل خلاص من فكر الصيام ما فيهاش الأنا والحقد والحسد والغل وتلاقي المتشحنين وتلاقي غريبة شوية إن كتير من المشاكل بتحصل في الشارع قبل الفطر بشوية ويا سلام بقى لو الزوج عصب حبتين والستة بتقوله أول ما الأدام بيعمله بيعمله بتاعه ده الحلل على النار وتبتدي مشكلة قد تعقد على الأكل تخيل بالرغم إنه هو الموضوع كله على بعضه حاجة جميلة جداً لأخلاقيات الصيام عشان كده بيقوله لو الناس تعرف رمضان ده هدفه والعائد بتاعه أدي إيه كان الناس تمنت كل الشهور تبقى رمضان لكن يبقى صيام العبيد ويبقى صيام الأحرار أسموها تأسيمات تاني خلاص صيام العبيد هو أن استلوقياتي وتصرفاتي وأسلوبي وطريقتي وتعاملاتي وجهة نظري وردود أفعالي وما إلى ذلك في رمضان زي غير رمضان ده صنف فخرج من رمضان ما استفدش حال أدى الفريضة بشكل أو بآخر ولكن لم يستفد من الروح وفي ناس بتبتدي تحط جدول كده قبل رمضان لا أنا أنا مزعى الأم العيال في أوقات كتيرة حقل الخلاف اللي موجود أنا مبعدش مع الأولاد فترة طويلة هعود معهم فترة أطول أنا مقصر في الحوار مع أبنائي لا في وقت طويل ممكن ناخد ونتناقش وافهم ابني وصل لتفكيره لإيه بدل الجيل الكبير اللي بيقول أنتو مش عارفين يعني أنتو مش أنتو مش فاهمين إحنا بنفكر إزاي أنتو مش عارفين إحنا عاوزين إيه وبالتالي بنبتدي بهذا القطر طيب الحاجة المهمة هي دي الحاجة المهمة اللي أصد عليها أن أثر الصيام في السلوك العام في الإسلوب في الطريقة في تعاملات الصيام في اسمه ده في طريق التناولك المواضيع وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل باب اسمه باب الريان اللي هو باب بيخش الصائمين خاص بيهم خصوصية خاصة بالصائمين خلاص بطريقة الصيام اللي شرحنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إن أنا بألم نفسي اللي هو إن أنا بألم الثاني اللي هو أنا بعدي الكلام على فلتر مرة واثنين وثلاثة عشان ما أزيش نفسية اللي قدامي مش معنى رمضان إن إحنا بنيجي نتجمع على الإفطار إحنا صمنا وامتنعنا بساعة الصحور وطلعان عينينا في الشغل وجوه حر وطلعان عينينا وخد يا أبو أحمد وخد يا أبو منا وخد يا أبو أحسيني وخد يا أبو كذا اشرب واشرق وعمل وبعد ما نخلص الليلة دي يتقلي بالبيت بقى حريقة وبيتقلي بالبيت ليه حريقة لإنه كل واحد بيبقى عاوز يبقى يعني وكأنه بينفس عن نفسه فطرنا بيساعد في ده بيساعد في إن البني آدم ما يقدرش يضبط سلوكياته إنه ما بيحطش الفكرة في دماغه دي نمرة واحد وما بيضربش نفسه عليها دي نقم اتنين النقطة التالتة اللي هي ودي الأهم أن يبقى عيب علينا وإحنا جبار في العشرينات تلاتينات تربعينات خمسينات وإحنا برضو أسلوب الحوار الأسري أو الأسلوب مع المخالفين أو الأسلوب مع المتقاصمين هو نفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس آليات بنفس كذا بنفس كذا بنفس كذا فين أثر رمضان أثر رمضان مش عاوزك ضعيف أثر رمضان عاوزك تاخد بمكارم الإخلاق بيبقى لك فضل كده عارف الفضل حاجة فضل كده والفضل مش في إن إحنا نعمل مواقض رحمن وإن كانت فضلا ومش الفضل إن أنا أوزع في رمضان شنط وإن كانت فضلا ومش الهدف من رمضان إن المحتاجين يجدوا إفطار وسقور وإن كان فضلا لكن الفضل الأكبر والأعظم اللي المفروض يتغير في حضرتك ودمعك ربنا بيدخلنا 30 يوم عشان نتضرب إزاي نمسك أعصابنا إزاي نقدر مع نقص الجلوكوز وعادة نقص الجلوكوز ده بيخلي فيها مدان وخم اللي تحيل حبتين تقوية لإرادة النفس وكأن رمضان جاي عشان يعلي السمات النفسية بتاعت البشر فتسمو ويقلل السمات سمات العبودية للدنيا كلها من هنا نقدر نعمل بقى جدول لو سألت أحمد إيه اللي تغير فيك من أول رمضان لحد الوقت وم أحمد كمان إيه اللي تغير فيك من أول رمضان لحد الوقت لا 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 أنا أطعمت 1501 برافو بس في مادة الأخلاق نحن بنكلم في مادة الأخلاق الشخصية على المستوى النفسي على صالح أختك على المستوى النفسي حت حتعف عما أخطأ في حقك يعني على المستوى النفسي حتبقي بتراجعي نفسك كده وتقول والله أنا غلطانة فعلا فلانة في الحتة الفلانية وبتبتدي تجبري خطرها ده قياس فحتي القرآن بيقول بيقول على الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض عبنا وعبنا الكبير إن إحنا بنحسن السجود والركوع والجوع والعطش وكل الحاجات دي محتاجة الترجم لنفسية عدلة نفسية متزنة نفسية تكون صلحة فالمفهوض الأمانات ترد إلى أهلها المفهوض الصدق وكلمة الصدق مش الزور تتقال والمفروض إن أنا أنصف المظلوم والمفروض إن أنا أكون مع الضعيف والمفروض إن أنا أحل الأمور بعقل وبمنطق هادئ بعقل ومنطق هادئ إحنا لحد النهاردة ومتنقعد كده على الفطار وتتجمع الأسرة قد كده وبتاع بيجيب سيرة مين في سيرة مين في سيرة مين في سيرة مين في سيرة مين وبعد ما يتفضل بتاع يا أخواننا إحنا في رمضان وعاوزين ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا الحمد لله يعني إيه ما تجيبوش في سيرة الناس بقولي الكلام ده لي بقى عالش هي مخدمة كده مضغبطة عشان أنا بربع يال أطفال والأطفال دول بيكبر معاهم المشاهد فمش ممكن يرتبط بشهر الرمضان الطفل بالفنوس والزينة مش ممكن يرتبط في رمضان بس لمة العيلة لأ يرتبط في شهر رمضان إن ده الشهر اللي بابا ما بيتخنقش فيه مع ماما ده الشهر اللذيذ اللي ابتسامات متوزعة على الكل ده الشهر اللي بيبتدي لو فيه مشكلة بتتحل بالعقل والمنطق الشهر الشهر اللي بيبتدي فيه البني آدم يراجح حساباته في أولوياته في الدنيا دي كلها وبالتالي ده بيرتبط بالطفل الطفل بيرتبط معاه الذهاب للمسجد الطفل بيرتبط معاه إن صلاة الجمعة الفجر حاضر اللي بيرتبط معاه بابا بيروح للمسجد بيرتبط معاه كذا ولازم يرتبط معاه سمو الأخلاق عشان يرتبط الولد ده بالدين ده في مواقع كتير بتتكلم في الإلحاد وفي مواقع كتير بتتكلم في وجهات نظر للمراهقين إن الأباء مقموش بدورهم وفي مواقع كتير بتتكلم في لغواص دماغ الأولاد بحاجات كتير فتلاقي حتى أولادنا بيجروا وراء كل موضة شوية في الغنى في المسرح في الأزياء في أي حاجة ده لأنهم جوا ما فيش أما كون محمد ومحسين ومحمد ومحسين خلاص حياتهم الأسرية مش مستقر والأولاد شايفين إن بابا بيرتاد المسجد في كل الصلاة وبيصلي كل الصلاة وبيصوم وبيصوم وأهلك ما قالولك الحدة الفلانية واخوكي أخوكي اللي معصيك علي ومعرفش إيه فلان اللي واخد ورسك ومش راضي يبهولك وعملهولك وبتاع والكلام ده طال اللهي اللهي ما اللهي مش داخل البيت رمضان مش رمضان لا ما يقولش ده واك الحقوق يرد الحقوق لا وما فيش مانع من من أم حسين والدتك مقاوياك علينا والدتك واخدى الخير كله والدتك مخلياك تصرف على أخوتك وبس والدتك كده معرفش إيه والدتك كذا والدتك كذا وجريتك وانا آخر الاهتمامات انا آخر الاهتمامات عندك والولا بيبص لده تعال المشهد تاني برضو والله مش عد عبثي يعني فلو افترضنا ان هي ايه هو 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 بيحب عاوز يفاجئ البيت فبيجيب لهم حلويات ولا بتاعه من رمضان اللي هو الكنافة والأطايف ومعرفش إيه بتاعه وكما فجيب لهم من مطعم كويس حاجة كنافة أطايف أم حسين ما بتحبش المكسرات ما بتحبش المكسرات هي خلقتها وابو حسين راسه قال في سيف إن هو ده النوع كويس فبيقول لها خدي يا ستي هات يا أخويا ما جاب الغراب لهم تعالى ورين عملت إيه جبت إيه فاهماني جايبوا بالمكسرات برضو يا ابو حسين برضو برضو ما بتبصليش أنا آخر اهتماماتك بتجيب اللي تقدر تاكله ولا أكله أنا لأ بلاش ما قلتلك يا أخي هات من غير زبيب ومن غير بتاعه والولد بيبص ده وممكن تحصل مشاحنة ما يعودوش مع بعض على الفطار وكل واحد يفطر في حد وممكن يحصل مشاحنة وتلاقي أبو حسين بيفطر برا البيت فترة عند والدته وبيحصل مشاحنات عشان مجرد مثلا بعض الأقطاء البسيطة اللي موجودة طيب الطفل الصغير حيقول الجماعة دول بيقولوا إن الصلاة دانا الفحشاء والمنكر وهم كل كلام فحش لبعض ما جاب الغرب لأمه ومعرفش إيه بتاعه وتعصبه وبيتنرفز لدرجة النفي ولد عن تسع سنوات صاحبه جاله في البيت عشان يقعد معاه ويعيفطر مع بعض في صوت عالي جدا برا القوضة بتاعتهم فقال لا ما يهمكش بابا وماما بيتناشف موضوع يعني لا ده العادي بتاعنا ده العادي بتاعنا أن هما يعني بيعملوا كده فأما أكبر أكبر في صورة العبادات الجميلة دي اللي هي من المفترض إنها بتغير في السلوك وبتغير في طريقة التفكير وبتغير في طريقة الملائية يا أخي ده الواحد من المفترض يا أخي ده بيقول لك هتاخد أجر أجر الصائم بشربة ماء ملاحظتش الحديث ده كده ولفيته على دماغك يعني الهدف من ذلك زرع العطاء جوه البني آدم بأي شيء والنية ربنا يدي عليها جوه وممكن واحد ممكن واحد يكون بيدي شربة المية وياخد أجرها كامل مكمل وفي واحد عامل صواني مغطاء دي كده وما ياخدش من أحد ليه لأن للأسف الخلق اللي استخدمه خلق متدني أن يظهر بين الناس عطاء وبالتالي أما يكبر الأولاد بالفنوس أو من غير الفنوس دي ما تفرقش لأن دي شكليات خلاص بتحبب الأطفال وتنوع الألوان جميل لكن يوم ما أقول لنفسي يعني أم اللي بتصلي دي ساعات كده ربنا بيكرم بعض الأسر وتصلي كده جماعة في البيت أي مكان بقى قيام أو أي صلاة مكتوبة أو فريدة أو غير أو بتاع في تكر موقف من المواقف لا أنسى في عمري طفل جميل كده عند أربع السنين وقت كده الأزيز وما بيركس يعني أول وقت ما بيركس وبيعمل الحركات بقى يعني يعني حنصلي فحس إن الصلاة دي يعني حيبقى فيها ربنا سبحانه وتعالى حيبقى فيها حاجات حلوة لازم حيبقى فيها حاجات حلوة فما يستوعبش قوي حتة الوقفة ما يستوعبش قوي إن هو يوقف ثابت ما يستوعبش قوي إن هو ما يبصش في قش بابا كده أو ماما وماما تروح إيه دحكة مثلا فالكل يتحك فلاقيت لقيت أم كانت بالأب بيصلي والأم معايا والعيال الموجودين والبتاع والوادي اللذيذ ده جميع يعني يعني أنا شفت أصلي الوادي اشتكالي يعني فلاقيت ماما بسم الله ما شاء الله الله أكبر عندها القدرة البهلوانية البهلوانية إنها قامت من الصلاة لبست الشبشب نطرت الشبشب من رجليها لأديها وجريت وراه بتديله علق سخنة عشان مش بيحترم الصلاة طب قابليني بقى لو صلاة قابليني لو صلاة المطاعم العالمية كلها حتى ركن للأطفال ألعاب ومعرفش إيه وبتاعه عشان كده الأولاد على مستوى العالم في في مؤسسة أو مؤسستين مسيطرة على صندوشيات الأكل الجاهز من حجرة اللعبة اللي حبيبتهم في المكان ليش عشان الأكل لا عشان المتعة عشان المرع طب ده أربع سنين ده أربع سنين ده بالزبط كده هو هو في الجنة ورجله في الأرض ومن حقه يعمل اللي هو عز ويتحك في وشك وينكشك ويرقف وراسك ويقلع كل الخمار خلاص ويقلع ويتبول يعني الروح اللي بننقلها لأولادنا بهذه السورة زي أم برضو طيبة خلاص شغل البيت بقى وبتاع وكلام ده والمغرب بيدا وعاوز تلحق المغرب عشان تريح شوي فربنا كريمها بثلاث أطفال واحد تسعة والتاني ستة والتالة العكرود ده تلاتة فالإباما عامل حظر تجول من الصبح عشان بتنظف وتوضب وتعمل وتعفنت في القوضة بتاع التلم قاله خلاص نتفع على موما هي بأول ما تبتخش في الصلاة مش تقدر تخرج من الصلاة لحاجة عشان تقدر تقول لنا لا أو بتاع الكلام ده هاته الكرة عام نلعب في الطرق كل لنا نلعب في الطرق فهيصة عملوا هيصة خلاص فالصغير بين رمى الكرة في وش الكبير فالكبير جري وراه الصغير داخل في ايه في اسمه ده في الخمار بتعممته وهي سجدة في السجدة الأخيرة الأمة خلصت السجدة الأخيرة وراحت شيلة متعرفش ازاي يعني بتشال ازاي الخمار بتشال ويتنطر بعيد وبالقطع شعرها طبعا هيبقى منفوش قد كده زي امنا الغولة وتجري ورا العيل عشان يتعلم ازاي يقدس الصلاة ايه الصلاة اللي بتجيب دارب دي ايه الصلاة اللي بيجيب دارب دي طيب الصلاة دي تنع عن الفحشاء والمنكر رحنا بها يا بلال طيب يا ولاد الصلاة دي علاقة بينكم وبالربنا سبحانه وتعالى وبصلة وبتحسوا كده كده بفض مشاعر كده وبتاعه الكلام ده يا نهرب هو فض المشاعر اللي حضرتك وتبتصلي دلوقتي جالك هو اللي خلاكي ترقعين العلقة السخنة دي الطفل يقارن الطفل ما يعرفش ان الدين ده من قبل اله لكن بيشوف اثر الحاجة ما هو انا لو 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 ايس كريم جميل طعم لذيذ خلاص ده وقته لحد وقلت له ده ايس كريم من الحتة الفلانية خلاص يبقى العائد ان هو فعلا الايس كريم ده بسم الله ما شاء الله جميل وبتعود ان انا اروح المكان لان الناس هناك بتأمل وتتنوع الامور كنت في نقاش مع حد في حكاية الاطفال مع المسجد في اولاد صغيرين بيعملوا اكي على نفسهم وببي يعني عادي ده طبيعي يعني في اول سنتين ده طبيعي فبيلبسوا بامبرس بعد اوقات فممكن بعد اوقات اطفال تعمل اكيوم مامتهم مرتبة الدنيا ومزبطة بس الوقت مزبط نفسه اول ما يخش الجامع يعمل فريحته بتبقى صعب اول في بعض اوقات اما بيبقى ملغبط في الاجت وبعض اوقات فيه ولد كده يعني 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 البتاع ده مش عاوسوا وبعد اوقات الاولاد بيجروا في المسجد وبعد اوقات الاولاد بيطلعوا فوق المنبر وبعد اوقات بيركبوا بابا حصان الغريبة رد الفعل يعني انا من عشرين سنة بدي الامثلة دي الغريبة هو رد طب هتلينا امو محمد حاضر ما سمعتكش امو محمد وعليكم السلام تفضلي يا امو محمد كنت عاجل صفر من حضرتك يا دكتور عندي محمد ابني عنده عشر سنين تفضلي كملي كملي محمد بدأ صفر كده من السنة بدأ يروب جامد علي ويتكلم معايا بسلوب طبعا مش حلو فالله انا مش عاجبني اخواتي طبعا ان هما ان هو بيتكلم معايا بالسلوب ده متمرد شوية ما بيسمعش الكلام بيشوح بأيدي كتير يعني انا مش عارف اعالج الموضوع ازاي ساعات بقى بيزيق معاه فراحة وساعات بحس ان انا مش عارف اتعامل معاه وساعات ممكن بمسي دا علي فراحة فانا مش عارف اعمل وساعات ايه ساعات بضربه اه تضربه ايه كمان بس بس ساعات بقى يعني فانا اكلمه بالراحة كانه كبير ومش عارف اعلمه طبعا معاندي اجنب المصطع بيقلد محمد كل حاجة اه طبعا فانا مصدر لحد مغير ان انا بقلد محمد هو محمد عمتا كان مطيع اكثر من كده في الفترات السابقة كان ايه يعني كان مطيع في سن 8 سنين و7 سنين كان كويس لا يعني الناس بتقول محمد ده يعني كان كله بتكلم عن محمد وعلى ان محمد كويس ومؤذف وهادي وبيسمع الكلام ومحمد ومحمد كمان حساس بيتأثر فعلا 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 ودبالك فعلا دي عشان دي فيها ايجابة طيب حضرتك بيتاميل بيتاميل او البيت بيميل للعصبية شوية في الاوامر انا انا كده عصبية في الاوامر طيب كده كده وصلت للموضوع هقولك هارد عليك على طول دلوقت دلوقت ايه كامل اللي قدام على طول مستامع كويس طيب تعالوا تعالوا نقول ان امه محمد دي ست من الناس الطيبين اللي هي بتتعامل مع اولادهم عوزاهم يبقوا كويسين تلاتة بالله العظيم عوزين عوز تبقى الولاد الكويسين ولو قلت لها نفسك ولادك يطلعوا ايه بوا احسن ناس في الدنيا وغالبا الاباء والامهات هم اللي يتمنوا غيرهم ان يكونوا احسن منهم ابناء بس هو هو الاولاد محتاجين يحسوا ده لو بتتكلم في البعد المادي ان اولادي يحسوا ان مدى حبي ليهم يصل الى مرحلة انهم يبقوا افضل مني خلاص ده معنى بنسميه معنى نفسي بيجي بالحوار والنقاش والتواصل والهدوء مش بيجي ببعتارة الفلوس مش بيجي بكسرة العطاية مش بيجي بان احنا مبدأ بخلش عنا بن مش بيجي ان انا بدفع اخر مليم انا دفعته عشان اشتري اه كوشي او اشتري تي شيرت او اشتري كذا او اشتري كذا او اشتري كذا المعنى ما بيجيش بان اجيب لولادي واحرم نفسي من اللبس والاكل والشرب بيجيش كذا يعني معنى ان انا نفسي يا فلانة تبقي احسن مني افضل مني ده ما بيجيش بالكلام ولا بالعطايا بيجي بالتواصل والقرب والمحبة والعواطف وربط ما يحب الطفل باداءاته وربط كل حاجة يتمناها هذا الطفل بمجهود يقوم بيه لانه مش هيبقى احسن مني او احسن من اي قب الا ما يتعلم ازاي يتعب اكتر عشان يوصل وصل لك فاذا دربته تدريب سليم بيوصل عشان كده البلاد الغربية او الاوروبية او الامريكية انجح في زرع الاجتهاد التنافس روح الفريق التواصل بينهم وبين بعض في الاعمار السنية دي من بالرغم انهم ما بيدوش ماديا قد اللي بنتي ففي معاني كده ما بيجي ابني مش يطلع مجتهد بالكلام ابني مش يطلع يعني حاطط خطوات بالكلام في ولاد طبيعتهم مثلا بتوع مشاكل هم مشاكل دول محتاجين ابقى كول بارد بعيد عنك طلع طلع من فريزر واجدح فريزر وطلع من ونربط اداءتهم باللهم عاوزين هو اللي يقرر زي يعيش اذا كان ابني متمرد اذا كان ابني شايف نفسه حبتين اذا كان ابني شايف في بعض اوقات انه بيقلد اصدقائه او احنا شايفين اصدقائه اللي تأثير سلبي يلا تعالى انزل المجال ايه 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 اه اه هناخد فاصل معايش السماعة اصلاها ايه واضح ان ايه عندي مشكلة في الازن اليسرى هناخد فاصل دلوقتي ونرجع لكم مرة اشترك اشترك رجعنا لكم ومعايا نفس السؤال لمحمد انا مش هتوع عنه ولا حاجة بس ام محمد مثل من الامثلة للامهات اللي هي فضليات اللي حب ان الولد يبقى كويس لكن بقطرة قادر كده الولد اللي كان بيقول حاضر ونعم وبيخلص واجبه بسهولة وساعات يحفظ القرآن والناس زي ما هي قالت كانت يعني ايه بتقول لها بسم الله ان شاء الله الولد ينتظر ومستقبل كويس ربنا هديهولك الحمد لها رب العالمين مفيش مانع ان واحدة نقرته عين مفيش مانع يعني لكن في النهاية نقرة العين دي كانت اساسة حاجة طول البال على الطفل طول البال على الطفل في السنوات الاولى الحاجة التانية التشجيع المستمر طب ناخد ام يونس ونكمل خليه مكي معنا يا ام محط ام يونس ايوة دكتور ايوة تفضلي يا بنت ايوة يا دكتور تفضلي ايوة 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 اما كده احنا يبقى محتاجين نواط التلفزيون عندك وطيها عشان تسمعيني كويس ايوة 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 تفضلي بقى انا عندي ابن ثلاث سنين ومخلفة يعني عائل شهري ابن شهري وهو بيجب جدا من اخوه وعنيف جدا وبيضرب يعني ابوه نين جدا معي وبيضربه برضو عنيس مش عارف هتعمل معي بس هو عارف كل حكة وزكي بسم الله مشاء الله هدي كويس يونس يعني يونس عنيف شوية لا يونس المولد بليد شهري محمد طب تقول امه محمد الله هو جي يونس يأكل منك اللقب ايه ده محمد محمد بيدرب يعني بيدرب عنيف يعني زاد في الفترة دي عنفه لا هو عنيف هو آآ بعد السنة ونص هو بس عنيف وبيكسر يعني جاي دي له بيكسر فيها بكسر يعني هو عارف كل حاجة وعارف الناس حواليه وعارف كل حاجة يعني بس هو عنيف وبيضرب بابوه على قل حاجة بيدرب وغير جدا من اخوه بيغير من اخوه يعني بيعمل زيه يعني هو صغير عايز ينام زيه كده وهو ثلاث سنين بس أنا عريقس بتعمل معاه كويس بس مش عارفه مراحش حضانات مراحش حضانات عشان موضوعه كورونا ده كورونا آه مراحش آه فمستفرف بيك انتي والولد أيوه هو أنا نفسي وديه حضانة برضو بس أنا خايفة كمان عليه عشان هو عنيف يضرب العيال وفنعالتش كم منه صغير اللي حواليه هو هو طب هو مع جده برضو عنيف روح عند حماتي وعند قريبنا بيضرب العيال هنا يعني هو لعبه عنيف بيلعب بس اللعب بتاع عنيف طيب حاضر بس كده بس كده وهو يعني عيندي شوية يعني عايز الحاجة لازم يسلمك خد دماغ مين دي بابا ولا مام لا هو ممكن يكون أنا شوية بس بابا حنين مش لأ حنين أنا اللي بزعق له بس انتي بزعقها على طول حاضر هارد عليك برد هارد فضال اسمع الإجابة على الشاشة طيب دلوقتي لسه بنكلم فأم محمد ونخش فأم محمد أو أم زنون نونس فأم محمد من الناس اللي هي بتحب الأولاد وتعاوزهم يبقوا كويسين الولد الكبير بدأ على سن 8 سنين 9 سنين يبتدي كده يبقى متباطع عن الأول ويبتدي يبقى ما بين جس زي الأول ويبتدي يطلع عينيها في الواجب ويبتدي يشاكل إخواته ويبتدي كذا وهو طبعا الكبير وأخوك الصغير والمفروض انك انت تتعامله كويس والمفروض كذا والمفروض كذا لكن غاب عنك يا أمم محمد ان الولد ده حساس وفي الغالب الصغير بيستفز واللي بيظهر في الصورة عامل المشكلة محمد لأنه مش ناصح بما يكفي زي أخوه الأوسط حضرتك كان عندك فترة تقدري تبني علاقة كويسة جدا مع محمد أيام مكان متفوق وعيام كذا لأننا عادة بنفترض أن الطبيعي أن الأولاد يبقوا متفوقين مين قال لانتبع كذا مجتهدين مين قال مؤدبين مين قال ما بيغلطوش مين قال مين اللي قال أن الأولاد المفروض التربية بالأوامر وخلص من غير ما يفهم طيب مين قال أنك أنت لو جبت ياخد ده أنت لو جبت حد يشتغل وما وما أقدرتوش على مجهوده وما أقدرتوش على مجهوده خلاص اللي بيعمله ومسكتله الأخطاء حيزهق محمد زهق مش بصي أنت متخديش بالك مش عشان أنت مش عاوزة متخديش بالك لكن أنت في خضم الحياة طبيق مسح كنس شغل ما عرفش إيه بتاع الكلام ده عاوزة تنجزي فالمدادية مش موجودة فالصبر مش موجود ففكرة الشكرانية على المجهود بتاعة الأولاد ما الطبيعي لا يلب يحفظه الطبيعي أن اللي وناد بيرقه تدريبات الطبيعي إنه كذا مين قال لكم كلام الظريف اللذيذ ده لازم يبقى في هناك محفزات لذلك والمحفز الحقيقي للولد نمع رقم واحد علاقة كويسة ما بين بابا فاهمني وهو الولد أو ماما والولد الحاجة التانية إنه مرتبط أداءاته خلاص بما يأخذ يبقى عارف كويسة قوي إن اليوم اللي حياكل فيه برة هو اليوم بتاع التمرين وده على أي مستوى المستويات ومفيش كلمة مستويات دي على أي مستويات تربوية لأن احنا المستويات المادية ما تعنناش لأن المادة لا تصنع أخلاق ولا مصر ولا قيم ولا أعراف ولا ميزان للشخص دي الأساسيات خلاص أنا جايي النهاردة مش بفلوسي أنا جايي النهاردة بما أحمل من علم عشان أقولك الكلمتين دول أي بني آدم بيقيم على حسب درجات التربية اللي موجودة في الأسرة ما الجيش تقول لي يا أصلابو يقدر يجبلو ويعملو ويسويه لكن بتقتل فيه إيه الطموح يا سادة كان في وقت من الأوقات كنا كانوا فيه فيه أسر على أداء فالشوكولاتة دي ما كانتش يعني من عشرين تلاتين سنة الشوكولاتة دي يعني كانت إيه بدعة يعني فاهمني فكانت بنروح ناكل بيبقى يعني أما خلص الامتحان وانجح ويجبوا لنا بقى الحاجات بتاعت الشوكولاتة بديبقى في بهجة وسعادة حاليا دلوقتي ما بقاش فيه حاجة تجذب الأولاد للحركة لأنك موفر كل شيء والحياة عمرها ما كانت بالوفرة الحياة بالنضرة يا أخوانا وإلا كانت اتفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات السماوات والأراضين هو الدين مش بتاع فقر لكن هو عشان الناس تتربى لازم يبقى فيه نضرة عارفيني النضرة يعني واحدة واحدة الريب الراحة مش بالغمر ما يبقاش ابني عامل خطأ ما وكفقه وما يبقاش عامل حاجة كويسة ومجهود كويس ونتيجة لأن النتيجة ممكن يقول لها أي سبب من أسباب قللت من إمكانياته ألومه يعني زيئنا من الأولاد اللي بيجيبوا 96 ويعياته 97 ويعياته 98 بيعياته 100% بيعياته لأن دول مش يبقوا علماء في يوم من الأيام وخصوصا لو بدايتهم كده لأنك حسسته بدقالته حسسته إنه ناقص درجة ناقص درجتين ناقص ثلاثة أنا أعرف أم كده يعني في خلال خمس دقايب بتتكلم مع بنتها فقالت لها يعني يا غبية يا غبية يا غبية يا غبية يا غبية يا غبية في كل حاجة يعني يعني بتحط الماية بتاعتها على طربيزة يا بنتي إيه الغباء ده دخلها لجوة شوي حاضر يا مام بتحط لها الطبق يا بنتي بطلي الغباء اللي فيك ده قربي من الطبق عشان تاكل عشان ما تفرفتيش دي تاني غبية طلعت التالتة بقى التالتة اللي هي يعني يا يا حبيبتي خلصي طبائك يا ستي خلصي طبائك ما ما الكل ده عيروح في بطلو الغباء ده وبعد ما خلصت الاكل بنتي خلص بقى مش عوز تاكل بقى بتاعتها شفت يا غبية تابعة دي ما خلصتش اللي طلبتي كان من الاول ايه ايه الحجم من الغباء اللي بيتستر حول موقف واحد بالطريقة دي بالقطع بنبتدي نبني العند فابنك محتاج تواصل كلام مروحهم جاي وينزل معاك يجيب الحاجة ويتفاعل مع حضرتك وتحكيله حاجات عن طفولتك حاجات عن طفولتك وبعض وتحكيله ازمات ويشارك في حلها وتبتدي تقولي له انا بزعل اما اتعصب بزعل اما احرم بزعل اما اشد عليك بزعل اما اضربك وببات دمعتي على خدي يا فرحتي طب تيجي نعمل مقايضات خلاص زي ما بابا بيتعب في الشغل وانا بتعب في البيت انا بتعب في البيت عشان خطر ايه اوفر الراحة لكم فانت برضو نفس الحكاية لازم تكتهد عشان تاخد اللي انت عاوز ونتجي تشوف الطفل ده اهم نقطة عندنا ايه ونحطه قدامها اهم حاجة بيحبها والغاية يعلم الحاضر بان احنا بنعمل نظام في البيت مش هيتكسر ولو امر واحد عنده جدته او جده عيكسر الحاجز ده فلاش مروح الفترة دي لان الولد داخل في شكل من العند مش بتاع مراق بتاع تصفيد حسابات يا فانت محمد دلوقتي ممكن يعني يستفزك للسفزاز يخطئ للخطأ انت بتفقدي محمد ولو متدينة وبتصلي وبتصوم هتلاقي يعامد في الموضوع ده بعد شوية وهو في حزبته ان اللي بتعمله ماما ما بيجيبش أثر ماما هي نفس الست اللي على التليفون قعدة ساعتين بتجيب سيرت فلان وفلان وعلان وفلان 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 اللي هو ضد مبدأ ديني واضح هي ماما اللي هي ما بتكلم أختها ولا بتكلم جارتها وجزها قال لها ايه ايه اسمع كذا ممكن زوج بعض اوقات يحس ان في حد قد يقلب زوجته عليه فبيقول لها بعد اذنك يعني خفي الاتصالات فيجي الولد الاب يسأل سؤال عابر كده حد اتصل بك النهاردة من هناك حد اتصل بك من صحباتك لا ما فيش حد قال صحباتك فالواد يعيني الصادق اللي هو لسه في كي جوان بيقول يا بابا ده تانت سميح اتصل بماما فالأمة قررت له يا كذاب الود تفر من قدامها كده جري مسكت اللي هو اللي بنحط فيها الودون دي وبنعلق فيها دي الشماعة اه الشماعة ودي من من المراح دي من بداياتي بقى اللي هي عرفت ان الشماعة لها وظيفة اخرى غير انها تشيل هدوب انها بتكسر على مرحلتين مسلس شكل مسلس وبيتهري بدن العيل هالمتوقعين ان الولد اللي في كيجي ده صدق مع ابيه وقال حاجة صدق 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 مفرغ من كل حاجة ما يشدعه بقى جوزك كشري نكدي في العبر في كذا في كذا لكن تصوري وانت بتجذبي والولد بيصحح المعلومة لان احتمال تكون نسيتي مش عشان بابا هيددله او بابا اداله شكولطايا عشان عشان يعرف عشان وبالتالي الولد ده واخد ايه بقى من الصلاة اللي انت بتصليها ولا من الاخلاق اللي انت بتتكلمي تيها ولا بالعبر اللي موجودة فيها ولا 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 عشان كده اما بقول ان الليالي رمضان دي فيض من الافياض ان الواحد يراجع ذات ونفسه حتى الاعتكاف نفسه كفكرة مش الاعتكاف قراءة القرآن فقط حسب ولكن التأمل التأمل ان احنا عاوزين نعلي روحنا عاوزين نعلي نفسيتنا عاوزين نخلي نفسيتنا ذات اخلاق ذات مصل ذات قيم ذات ابعاد ذات 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 مئة الف ذات فمن ضمن ده اللي في البيت من ضمن ده في البيت ليه لانه هو الشهر الفضيل اللي كلنا بنتمناه ليه عشان الرحمات والغفران ودخول الجنان كل ده جميل ولكن اللي حيفيد الجيل اللي حيفيد الجيل الاسر الاسر اللي موجود ما بقاش في نهار رمضان جرت الجتلك وقعدت معاك وهب جوزك دخل حد جي اولاد النهار ده لا لا مفيش حد جي النهار ده مين بيصور حد في رمضان لا يا باب طانت جت زاريت طيب هو الدين بيتجزق الاولاد عارفين من الدين ما بيجزقش الاولاد بعارفين ان ان الحاجة اللي مسكرة مسكرة اللي ولاد عارفين ان الملح ملح والشطة شطة ما عندهمش بقى حبشتكنات بتاعتنا ما عندناش الحاجات اللي مدارية وطبعا اما يلاقوا ان العلاقة الاسرية سلبية لان هو فيه فيه اولاد بيصل بهم الحد انهم يترعبوا من دخل بابا او من دخل ماما فيه اولاد اما بيجي بابا ما بيتعوش من قوضهم وبابا ده بيصلي وماما بصلي وباما بتعمل وتعمل وممكن تكون خدمة القرآن الكريم وهو خاتم القرآن الكريم زي الاب الذي لا انساه ابدا مهندس بارع بارع في عمله تماما يعني ولا ازكع الله في عمله كمهندس كعقلية كفكر كاسلوب وكنا ونتعلم منه الاخلاق والمصل والقيم والمبادئ بس ده بر البيت ههو جوه البيت ابنوا بيقول لي بابا بيحط الشبشب بابا المهندس بيحط الشبشب كده الشبشب كده ويحطي المصعف كده ويقول لي ايه بقى خد بالك بقى انا حانزل اصلي العصر وارجع يا ويلك وبيرزع الشبشب مرتين ثلاثة كده في بيعمل رحبة تكون ما خلصتش الصافحة كسبنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه سلم ايه علاقة الولد ده مع القرآن بعد كده في المستقبل مع مع اللي بيعملوا بابا بالشكل ده على اولادنا انهم يفلتروا ان دي اخطاء افراد ما يعرفوش والله ما يعرفو مش مش بتاعتهم المنهج سليم لكن الناس بالطباقه غلط الاولاد ما يعرفوش عشان كده الاولاد دلوقت السورة في الكميونيكيشن وفي التواصل في منتال خطورة على الشرق الاوسط ليه لان احنا ما عندناش الميراث الداخلي اللي في نفسنا اللي نقدر بين جابه الشاشات العملاقة بالمعلومات العملاقة اللي موجودة عشان كده بقى توتيرة مشكلة الصلع تزيد مشكلة الصيام تزيد مشكلة الايمان بتزيد مش نعم طيب ضيب نبايح شوية مع مادم زينة تفضلي يا مادم زينة تفضلي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ازاك يا دكتور عامل ايك لو سوى انت طيب وانت بالصحة والسلام الحمد لله في انا عندي مشكلتين يا دكتور مشكلتين عندي ايه مي عنده سنة ونص هات صغير ما بيقولش خالص اي حاجة يا دكتور اي حاجة مع المهات بيرضع يعني بيرضع بيرضع طبيعي اه طب في بيرضع طول النهار بيرضع طول النهار وطول الليل اه يعني 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 بيرضع وكل شوية ما يجينك تخليه يرضع اه جوعته كتير بالخمس ساعات عسان يأكل حاجة ما بيقولش جوعته انتو قدامه جوعته وانتو قدامه جوعته اه وانتو قدامه اه اه لا ولا لا يعني ماشي تكملي يعني ايه اللي تأكله ايه كمان وانتو دواء ضيج السيمن اللي فاتح الشهية ده ايه برضو اديته دواء فاتح الشهية اه اديتيه دواء من من الادوية بتاعت الانت هستمين عشان بتفتح الشهية ايه اه وبرضي يا دكتور ما بيقولش برضو بس راجي بالسرنجة اه هو راجل مرتبط بك عاطفيا ان عاملك ايه ما انا انا تعجت ومشارف اعمل معا ايه اه لا مرتبط بك عاطفيا طب طيب اه المشكلة التانية المشكلة التانية بانت عندها اه بس حسن يعني المستواها يعني هي ومصور نصف وكل حاجة بس انا معاها علاقت بيها نشفة علاقتك ايه بيها نشفة يعني ايه 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 عليها يعني يعني في البيت اعملي دي اه سوي دي رواي اعملي بش فيها يعني كده يعني علاقتك بيها كده يعني اوامر اه ليه بقى فانا عايزة اوي يعني اوي اوامر ايه ليه اوامر علاقتك اه يا ليه علاقتك بيها اوامر ليه ايه السبب مش اعرف انا متعصبة يا دكتور انا عصبية طب ما هو انت مع الولد الصغير غير اه يعني مع الولد الصغير انت حنونة وقريبة وبيصعب عليك وبتتأثري انه هو ما بيكلش وبيعمل اه شميعنا بقى انت من انصار الولاد ولا ايه لا والله ايه ده 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 البنات ده البنات بتتشال في القلوب اه لا لحبها والله كل حاجة بس انا حب لا ايش دعوة اه اه يعني حتة بتحبيها دي لابد من اثبات عملي يعني اما امشي في الشارع خلاص كل لما اعدي في الشارع اقشر في وشك خلاص ويبقى هيوصلني ايه فاهماني فناخد بالنا حاضر هقولك هقولك هرد 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 طيب كده كده مش ناخد ايه تصالات تانية الى مخلص ماشي ممكن طيب ماشي معي طيب طيب احنا كنا نتكلم في نقطة السية وبالتالي ام محمد ابنك بدأ يشد حيله شويتين لان حضرتك ربتي وحطيتي زي ما بيقولوا كده ايه ربتي من غير مرونة يعني ما كنتش مرنة وانت بتربيه والمرونة معناها ان العيال بتتصاحب على فكرة يعني نتقذه كصديق يبقى لذيذ جدا ان ولد كان دور خمس سنين كده يجي الباباب هو بتاع قاعدين مع بعض كده فباباب يقول له مش انت صاحبي قال له اه انا متخذك فاتخذك فمعنى الصداقة معناها حوار ونقاش معناها مش اوامر مش قواعد طيب انت عاوزة تشهلي وتخلصي كل حاجة بسرعة لا مفيش حاجة تتخرب لو 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 تأخرت يوم او اتنين مفيش حاجة تتخرب لو احنا صبرنا مفيش حاجة تتخرب لو احنا هدينا عصابنا مفيش حاجة تتخرب لو ما تصلحتش النهاردة تتصلح بكرة تتصلح بعدو تتصلح كذا طالما عندي هدف وحاطت خطة لهذا العمر ليه لان قبلك اول ما يوصل لسن 12 هيبقى زي الشرارة هيطلع القطط الفاتصة فيكو يعني هي القطط الفاتصة هيبقى نقاد عن حق هيبقى بيقول اخطاء بتقعوا فيها زي الاخطاء اللي بيقع فيها هيقول لكم خلاص اشياء خلاص ونواقص موجودة في تركيبة الشخصية بتاعت حضرتك وبيبقى حقيقي بس طبعا الاسلوب هيبقى فيه اندفاع هيبقى فيه نوع من انواع يعني الشدة وبالتالي عاوزة ترجعها محمد لحضنك يبقى تواصل حوار ونقاش وربط الاداء بالسلوب بتاعه مش حاجة قد الصاد حاجة لأ العواقب الطبيعي اما اقول كلمة طيبة ربنا بيكرمني بحسنة اقول كلمة سيئة ربنا يعني عاوزة تكتب سيئة خلاص وبالتالي تعاملي معاه من انه هو اللي بيعاقب نفسه وانه هو اللي بيدي نفسه اللي هو عاوزه وكل لما يطلب منك شيء جديد بتتفتح العيون والعقول ان انا حربط ده بايه في الاداءات بتاعته عشان يقدر يوصل للهو بالقطع الاسلوب ده انتي وبابا محمد لازم يوم بيه بابا محمد محتاج يتصاحب بغضو مع محمد دايما بقول دايما الولاد بيبقوا ايه محتاجين ساعة من القب كده في الاسبوع يتكلموا يتناقشوا ياخدوا يدوا البطاطس بقى سارع كام بلاش البطاطس بسارع كام الرز ده كان حلو ولا وحش ولا فأي حاجة من غير توجيهات كثيرة احنا مش مهمتنا التوجيه مش مهمتنا ان احنا نمسك اخطاء مش مهمتنا ان احنا نعدل العوك احنا مهمتنا ان احنا ناخد عيالنا كده واحنا مسكينهم في ايدينا خلاص يعني بيصل في بعض اوقات شوف انا بقول لكم يعني الحنو ده في المسكة في بعض الاوقات ألاقي حد عيعدي عياد الشارع استنى ما يفضل لا وهو معمول وشاد الواد والواد ورد وإيد الولد بتوجعه والأب حريص على ابنه انه هو لا يصاب لكن ايه رسالة اللي بتوصل له ان ابوه جديد عصبي نرفوز اي رسالة وبالتالي بتلاقوا ان الاصدقاء يبتدوا يسمعوا منهم ويبتدوا يعرفوا وتبتدوا تقولك انا اعرف اصحابي يعرفوا اكتر طب دمامة صاحبتي بتوافق على كذا وكذا 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 دمامة صاحبتي بتعمل كذا وكذا 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 اما يلبسوا بلتالون اي مكان البلتالون اللي بيلبسوا تمام يعني يعني هو بقى في يعني تقطيع البلتالونات دا والموضة بتاعت البرندات والحاجات دي طلعا خلاص واحنا كمجتمع تابع لازم نعمل كذا لازم نلبس ونبقى شاكة ونبقى شيك جدا وكل لما زادت القطعة كل لما الواحد كذا ففيه اباء بيتكسفوا من اولادهم في بعض اوقات انهم يخرجوا معهم في الحاجات فبتدوا يتناقشوا معاهم طب ما تنزل الشارع ويشوف شوف عدد الناس اللي بيلبسوا بلتالونات لحد النهار دا مابتعاش اطوعه وعز الناس اللي بتلبسوا هم اطوعه يبتدى الطفل يصدم بابا بانه مرباش يصدم بابا انه معلموش يصدم بابا انه هو والامهات والابا يقولوا ايه علمناهم الصلاة من الاول علمناهم كذا شافونا وإحنا بنصوم سافونا كذا انا ما خدش من مالي اي حاجة حرام لكن الاسلوب والطريقة في التربية للأسف ليس لها علاقة بالعبادات اللي سيادتك كنت بتقديها يعني من اجمل ما يمكن من اوقات تقضيها اب كان عن صل الفجر اولاد بقى اللي عاوز ايه المصروف بتاع المدرسة يصلي معايا الفجر تلاقي العال ايه بقى بيتهجدوا مش بيصلي الفجر عشان يلحقوا باباهم يبقى وهو بعد ما صلاة الفجر تخلص فترتبط صلاة الفجر بالعطاء وترتبط معاني اخرى كتير في بعض الاوقات كانت امهات تقول اولادها عاوز تصفي المشكلة مع بابا روح معه صلي واقعد اتكلم معاه بعد الصلاة خلاص وبتبقى متفقى مع الزوج والزوج يبتبقى يقول والله في الاجواء الجميلة دي انا مقدرش فعلا اعدبك على اللي حصل اقول لك كده غلط اقول لك بيقول انها ممكن نكون شديت عليك بزيادة وانا بعتذر عندها ومش عيب ان احنا نعتذر لو سمحتم مش عيب ان احنا نقول احنا غلطانين مش عيب ابدا ان احنا نفتري في العيل وبعد ما نفتري في العيل نقول اخطأت وانا اسف وانا بعتذر اعتذار شديد اللهجة اعتذار لكذا يعني مش عيب ومش غلط لان هو الاعتذار من شيء من رسول صلى الله عليه وسلم في بدر اما يعني اوجعتني يا رسول الله متخلط الصحابي بطنه وكمل الصحابي القصة الجميلة المشهورة ان هو يعني التحم مع بطن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنقول من هنا ان احنا مشكلة ام محمد متفرعة ما بين لازم تربطي إيمانياتك واخلاقياتك وسلوكك وحياتك وكذا 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 بالجه خلاص من فضلكم ما تبقوش وشين يعني برا البيت وجوه البيت يعني في مرة كده كانت واحدة كانت يا بختك بابو محمد تقول لا ابو محمد ميه جوزي يا بختي ليه ده 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 راجل ايه ده سكار ده الكلام بينزل يا نهار ابي انا احنا بنقعد نساخ ساخ بالضحك من اسلوب وطريقته وتعاملاته بتاعه الكلام فالستة تقول لهم محمد بتاعي انا خلاص فبتبقى في حالة من العشان كده ناس كتير تقول ان احنا بنبقى مقدرين برا البيت اكتر من جوه البيت من الاولاد لان السيادتك ما عملتش الاساليب اللي استخدمتها برا البيت جوه البيت ما عملتش المجهود اللي مطلوب لكسب الاولاد خلاص واعتبرت انك انت بتصرف وصرفت على اخر من لي من اعرف ناس بقت حاجات كتيرة جدا لكن عشان اولادهم يوصلوا لمناصب عليا واماكن عليا وكذا 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 لكن في النهاية احنا بنكلم في علاقات في النهاية علاقة خلنا الحقيقة علاقة مش علاقة مش مبنى بنيته وحضائق غناء وقسبت لهم في البنك كذا وعملت كذا وعملت كذا وفي الاخر اولادي طلعين يعني ايه لا بيحبوا بعض ولا ويعني ومش طيبين ومش مريحين ومش مستريحين ومش كذا ومش في الاخر والله اللي بيفصل اللي بيفصل اللي بيفصل واحد عن واحد سعيد امي الليل كده ويخش عشان يحط راسه على المخد هي دي اللحظة الحقيقية اللي تقدر تقيد رر فيها اذا كنت سعيد ولا مسعيد يعني انت مبسوط ولا مش مبسوط لحظات اما تسرح في يومك تسرح في حياتك تسرح في اولادك تسرح في اللي جابهتهم تسرح في كذا تسرح في كذا تسرح في كذا تسرح حاب بنعمل ايه لأ اتفراجي على الغرب ولا يعرف ربنا ولا بتاع ولا الكلام ده والرزق بتاعهم عامل يعني من هنا وهناك اشربي بقى ما هو انتعطي اشربي بقى عنشرب عنشرب ليه لانشرب بيها فتلاقي البنت ما بتصليش او الولد ما بيصليش عند اللي عند وما تيجي تتناقش معها بص يعني انا 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 عارف ان الصلاة فرض والبنوت عارف ان الصلاة فرض بس انا بغيز بابا بغيز ماما قلات الادب اللي اتنين والله ما قلات الادب ولا حاجة ما بيعبروا عن اللي وصل له وما تقول لهم بتحب بابوك وتحب مقآب هتحبون جدا الحب ازلي موجود وبالتالي هتلاقي بني ادم متدين ابنه قاعد قدام الجامع بيشرب صجرة حشيشة انت ابن ده يا اخوانا المشكلة مش في الجيل بس المشكلة المشكلة لو في الجيل يبقى كله حبوز لكن واقع الامر فيه فروق فردية والفروق الفردية دي طلع منين طلع من بيوت وممكن بيوت زي ما انا قلت لكم على مستوى اخلاقي وتربوي وفي بيوت على مستوى مادي ما تهمينيش دي لان مش دي اللي تعانين الماديات لان ربنا سبحانه وتعالى عادل فحط التربويات داخل نفوس كل الناس صغير وغير وال وال ربنا بيكرمه بيحسن في اخلاقه اكتر واللي بيحسن في اخلاقه اكتر بيقعد جنب الرسول على طول مباشرة يوم الايامة فالنقاط المادية اما تيجي تحسب علاقتك مع ولادك ما تتكلمش في ماديات لو سمعت ما تتكلمش انك تعبت 17-20 مليون ساعة انا عارف ان الكلام ده ممكن يضر نفوس بعض الاباء والامهات العاديين لكن انا الخلاصة ان انا بني ادم باشري بربي بزداشر ونفوس النفوس بتكسل ربنا بعض اوقات نفوس بتخاف من الظلم النفوس بتخاف انها تبقى يعني باسلوب او باخر ازو حد نفسيا يعني عشان كده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوب مئة مرة في الاعداء ليه مئة مرة الى سبعين مرة بيتوب وبتالي عاوزين رمضان يوصل بينا للدرجة دي نيجي بقى العزة جميلة البنوتة اللي عندها تنشر سنة خد يبالك ان بنوتك ما بتمشيش بالاوامر والقواعد بصوا دايما الست والولد كمان بيحتاجوا قدر من العاطفة في التعاول خلاص لكن لو مسكتلها الخرزانة او اتكلمتي معاها باسلوب جاف هتسألك ليه هو انت بتعملي معايا ليه كده عشان كده صحبتي احن من منك مامة صحبتي خلاص اللي شغالة معرفش فين في مالها ليلي اطيب من ماما اللي هي بتصلي وبتصوم وبتعمل والكلام ده ليه بقى فاحنا اللي بنضيع الأولاد من تحت ايدينا فبيفرطوا مننا لا مش يفرطوا مننا عزام محتاجة منك انك تعود معه افردلها وقت يا ستي ده الولد اللي عنده سنة ونص الظلام تحك يا السقنون ده طبعا انت هو تعلق وده تعلق بيك على فكرة وانت بدياله الفرصة لانه هو يرضع انت اول ما بيجيلك على طول بتردعيه لا نبتدي نبتدي نختفي منه شوية نستبدل وجبة موجودة تودي عند جده تودي عند تيتا تغيب 3-4-5 ساعات حيبتدي يأكل حيبتدي يتعلم حيبتدي يعمل ما تقليش ما فيش حد بيفضل على الرضاعة طول العمر إلا إذا أرادت الأم إن ابنها يفضل يرضع منها طول العمر كان فيه حالة جات لي مرة من أقاص الصعيد لأم الولد عنده خمس سنوات وكان ما زال يرضع من إيه من أم ليه لإن الأم نفسها فيها مشكلة ارتبطها العاطفي نخليها كده فنحسن علاقتنا مع عز نشاركها أفكارها نشاركها تماماتها نشوف إيه اللي بتحبه وإيه اللي ما بتحبوش عدوا تكلموا في الحاجات التفهى تفرجها معاها على حاجة هي بتتفرج عليها خدي ودي معاها هالزاري الهزار والضحك والكلام ده بيخلي الدنيا بتختلف ما بين الأم وما بين ابنها أعتقد كده إحنا خلصنا الأسئلة كلها هو اللي لسه العنيف بقى الطفل العنيف ده معلش هو محتاج حضانة وتقليل سكريات ونشويات وشبسيهات وأي حاجة من قات تتمنع خلاص وبالتالي البوز والنوز والكلام ده كله لازم يقل الحاجة التانية إن إحنا عادة أما بيجي يضرب الطفل بابا بابا بيمسك يديه كده من الأطراف بهدوء ويبين له إن هو قادر على إنه إيه ده أو أخذ اهتمام الطفل للحاجة تانية معينة كسرة الألعاب ما بينجيبش ألعاب تانية نقلل بس في الطاقة اللي موجودة والأهم من الطاقة الموجودة الشاشات اللي إحنا قاعدين شغالين عليها 24 ساعة دي بالشاشات دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي الأعصاب بتاعة الأولاد وردود أفعالهم وسلوكياتهم ينفر منها الجميع عمتا كده وقتين خلص ولا لسه أولاد طائب يخلص يبقى خلاصة القول إن إحنا في شهر عبادة بيتطلب مني ظاهريا إن أنا ما كلش ما اشربش لكن بيتطلب بني داخليا في الأسرة إن أنا أنشر ثقافة الأخلاق والأداب والأخلاق والمصل والقيم والحاجات كتير خلاص الحاجات التانية إن إحنا محتاجين نقرب من أولادنا ونربط الأداء بما يأخذ ولو سمحتوا لو في أي سلوك من السلوكية بتعملوها عكس صلاتكم أو صيامكم أو عبادتكم لربنا سبحانه وتعالى خلاص بطلوها وأهم حاجة بطلوها إنكم تعتبروا نفسكم من إله الحاكم بأمره إن أي حاجة طفل حتى لو ما كلهاش يبقى ربنا هيغضب عليه ودي إل البر ودي بداية الموضوع القادم يوم الثلاثة لو في حلالينا يوم الثلاثاء القادم ما تنسوناش بالدعاء في الليلة دي وأرجو أن يكون أعددنا كده يعني في ميزان حسناتنا والملايكة كده حوالينا وأشوفه على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة المترجم للقناة